حتى أكون ماضح ولكن لدينا توجه نحن وأشقانا في التحالف إلى حوار واسع لتصحيح بعض الاختلالات التي حدثت في العلاقة وزير خامس ينضم إلى قافلة الاعتراض على السياسة الإماراتية في اليمن في مقابلة له مع البي بي سي يكشف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي عن تباينات وخلافات بين الشرعية اليمنية ودولة الإمارات وعن حوار موسع سيحدث بين الحكومة والتحالف لا يستطيع أحد بالمناسبة أن يمنع أي رئيس الدولة أن يعود إلى بلده ولكن في نفس الوقت في إطار وإذا قرر رئيسها ليستستطيع أن يعود في أي وقت ولكن في إطار مشكلة الأوضاع والقسامات الأمنية ومشكلة مع أيضا شقانا في الإمارات في إطار عدن خمسة وزراء ومحافظين فهل اكتمل نصاب الشرعية لتحدد موقفها من أطماع الإمارات وأدواتها المعطلة لها ولمعركة التحرير الجبواني والميسري والصيادي وجباري وأخيرا وزير الخارجية المخلافي بالإضافة إلى محافظي تعز وعدن المعمري والمفلحي وما أكدته تقارير دولية منها تقرير لجنة العقوبات جميعها تؤكد تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في الملف يمني وتشكيلها تهديدا لأمن اليمن وسيادته تضيق فرص الحلول من تحت الستار أمام حكومة الشرعية ذلك واضح من خلال توالي التصريحات من قبل رجال الشرعية وإن توشحت بلغة دبلوماسية إلا أن إدراج التحالف مع الإمارات يكشف أن هناك خلافا حقيقيا مع السعودية ذاتها أما الإمارات فقد بات من الواضح أنها تعمل وفق أجندات تتعارض كليا مع أهداف استعادة الدولة وقد بات هذا مسلما لدى الجميع غير أن ما استجد أن ينظم التحالف برمته إلى موقع المعطل للدور الداعم للشرعية وأن تتوسع رقعة الانتقاد من جانب الشرعية لممارسة التحالف يبدو موقف الحكومة الشرعية أمام خيارات صعبة ومعقدة بين انقلاب يرفض الحلول السياسية ويوغل في تجريف الدولة وتدمير البلد وبين تحالف خرج عن أهدافه المعلنة ملفات كبيرة وشائكة باتت في أذهان اليمنيين تجاه الدور الإماراتي الذي تحول من إسناد الشرعية إلى طامع في السيطرة وراع لميليشيا انفصالية وسجون تمارس فيها انتهاكات ناهيك عن تأسيس تشكيلات عسكرية تحت قيادة أحد رموز النظام السابق المتورط في الانقلاب ومتهم بارتكاب جرائم بحق المدنيين فهل حان الوقت لوقف التدخل الإماراتي في شأن اليمن وكفي يده عن حياة اليمنيين وتصحيح علاقة التحالف بالشرعية اشتركوا في القناة